الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الرابع من يوليو لدينا تطورات كثيرة تطورات هائلة وتصريحات للرئيسين الروسي بوتن وزيلنسكي تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوت أي معلومة ورجاء لا تنسوا الانضمام إلى قناة سنبدأ مع تقدم القوات الروسية في جبهة توراتسك في شمال مدينة دانياتسك استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على قرية يوريفكا بشكل كامل بعد أن قامت القوات الروسية بالتقدم في هذه المنطقة بعمق 600 متر تقريبا وبعرض 283 مترا وسيطرت على هذه المنطقة بلون الزهري وبذلك تكون القوات الروسية قد سيطرت بشكل كامل على يوريفكا بعد معارك مع القوات الأوكرانية وتراجع القوات الأوكرانية وواصلت القوات الروسية معاركها ودخلت منطقة هامة جدا في اتجاه نيويورك تقدمت القوات الروسية بعمق 1.3 كيلومتر بامتداد كيلومتر واحد واستطاعت السيطرة على هذه المنطقة هنا هذه باللون الزهري كما تشاهدون منطقة عامة لأنها مرتفعة فهذه المنطقة يمكن القول ترتفع عن وسط مدينة نيويورك بأكثر من مائة قضم 120 قضم موانا آخر أكثر من 40 إلى 50 مترا في هذه المنطقة يزيد الفارق الارتفاع وبالتالي ستسهل مهمة القوات الروسية في استهداف المدينة الموجودة هنا نيويورك هامة جدا بالنسبة لجبهة توريتس يوجد الكثير من القرى والبلدات في محيط توريتس ونيويورك ولكن تبقى هاتين اثنتين وما المكان الهام حيث يجب على القوات الروسية أن تسيطر وتتقدم حتى يقال أنها تمكنت من التقدم في هذه المنطقة طبعا عمليات عسكرية كبيرة تأخذها القوات الروسية لاحظوا أين توجد توريتس توريتس يوجد هنا والتقدم على الطريق إلى نيويورك يوجد هنا وبالتالي هذه هي كوستانتينيفكا وهذه هي شازي فيار إذا قلت لكم هذا المحور مرتبط مباشرة باتجاه باخموت وباتجاه شمال أفدييفكا باتجاه وسائل بوكروفيسك وبالتالي تعمل القوات الروسية على هذا النسك لزيادة الضغط على القوات الروسية في كامل هذه الجبهات في مسعى منها للتقدم والسيطرة على شريان الإمداد من القوات الأوكرانية وأيضا في نفس الوقت في محاولة لربما للالتفاف على محور شازي فيار كوستانتينيفكا بمعنى آخر قد تحاول القوات الروسية تشتيت القوات الأوكرانية والابقاء على قوات أوكرانية في هذه المنطقة حتى تتمكن القوات الروسية في هذه المنطقة من الوصول إلى الجهة الخلفية من كوستانتينيفكا والتقدم لاحقا نحو المدن والبلدات الرئيسية في محيط قطاعي باثموت أحبائي الحرب خضع الحرب مفاجآت لا أحد يعلم ما هو الهدف الرئيسي ما هي الخطة الرئيسية للقوات الروسية ولكن يكون قول أنهم يحاولون أن يستفيدوا من كل تقدم لتطوير هجمات إضافية أيضا بعد التقدم الصباحي الذي أحرزته القوات الروسية وسيطرت بشكل سريع على قرية فشكوت تمكنت القوات الروسية من التقدم باتجاه قرية توزوفاتسكي تقدمت الوحدات الروسية بعمق 935 مترا على امتداد 1.6 كيلومات على طول هذه المنطقة واستطاعت السيطرة على هذه المساحة باللون الزعري طبعا هذا التقدم هام جدا من نسبة للقوات الروسية سيدفع القوات الأوكرانية أيضا لتنشر القوات في هذا الاتجاه وبالتالي تشتيت النيران الأوكرانية تشتيت تركيز القيادة الأوكرانية أين هو الهدف الرئيسي للقوات الروسية فعلى كامل هذه الجبع من هذه القرية وصولا إلى الجنوب إلى أقصى الجنوب القوات الروسية تأخذ معارك مع القوات الأوكرانية وتشتت القوات الأوكرانية وهنا أتت تصريح حامل الرئيس الأوكراني زليفكي قال أنه يوجد لدينا 14 لواء ولكن بدون أسلحة وبالتالي أوكرانيا تواصل عملية محاولة الحصول على الأسلحة والمعدات لزيادة وطبعا تجنيد الشبان لزيادة عديد قواتها طبعا لوقف الاستنزاف الذي يحصل أما على صعيد القوات الروسية فقال المدف ديف أن هناك 190 ألف شخصا وقع عقودا مع الدولة منذ بداية العام الحالي 190 ألف رقم كبير ولكن يجب أن نتوقع أن جميع لن يكون حاليا في المنطقة هنا جزء منهم وجزء آخر لربما يستعد لأماكن أخرى أو في اتجاعات أخرى إضافة إلى ذلك أحبائي تتواصل المعارك باتجاه قرية فينيفكا تحاول الوحدات الروسية التقدم والضغط على القوات الأوكرانية للسيطرة عليها أيضا ما زال لدينا سيطرة للقوات الروسية على إحدى الكرة ستشاهدونها في نهاية الفيديو أحبائي في هذه المنطقة معارك عنيفة معارك كبيرة تتواصل وتمتد المعارك وسينوفوسيليفكا وسيني ياسنوبروديفكا وكارليفكا ووسينك إلى كراسنوريفكا حيث أيضا تقدمت القوات الروسية على طول هذا الشارع في هذه المنطقة بعمق 240 مترا بعرض مائة مات استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على هذه المنطقة بلون الزعري تلاحظون حجم عمليات تقدم القوات الروسية شيئا فشيئا عمليات قدم للمناطق حتى تسيطر بشكل نهائي على المنطقة هذا السيناريو القدم شاهدنا في أفديفكا حيث نعارت لاحقا الجبعة الأوكرانية وسيطرت القوات الروسية على أفديفكا ويوم تشاهدونه في هذه البلدات المختلفة على أنواعها أما إلى الجنوب قليلا يوصلنا إلى الشمال في فوريديمنيفكا بالقرب المحور أوقدار استطاعت الوحدات الروسية التقدم والسيطرة على كامل هذه المنطقة بعد أن سيطرت صباحا على هذه المنطقة وبالتالي التقدم الروسي لا يتوقف تقدم اندفاع هام جدا للقوات الروسية يحاولون من خلاله الوصول إلى الطريق الرئيسي على هذه المنطقة وقطع أيضا كما قلنا شريان الامداد للقوات الأوكرانية بين أوقدارك وبين كوستانتينيكا أحبائي أيضا تواصلت المعارك باتجاه خاركيف حيث دخلت قوات روسية إلى المنطقة هنا في خاركيف واستطاعت السيطرة على قرية جديدة هذه القرية تسيطر عليها طبعا سيطرة علي الكوات الروسية تقدمت بعمق كيلوماتر تحديدا 1.1 كيلوماتر وعن امتداد 4 أمتار سيطرت عليها وبذلك تقوم القوات الروسية بزيادة الضغط على القوات الأوكرانية دفع القوات الأوكرانية تشتيت قواتها في جبهات مختلفة فإضافة لما حصل في اتجاه خاركيف في هذا الاتجاه القوات الروسية تحاول أن تدفع الأوكران لنشر قوات في هذا الجهة أيضا تلاحظون المحاولات السابقة لدخول بعض المناطق في صومي هاتين القريتين ما زالتين رماديتين أيضا القوات الروسية تحاول أن تدفع الأوكران لنشر قوات هنا وأيضا في وقت سابق بذلك أحبا يلاحظوا كيف تحاول القوات الروسية تدفع القوات الأوكرانية لتوزيع قواتها بشكل ضئيل على كافة المحاور كي لا يكون هناك محور تتكدس به المعدات والجنود الأوكران أما فيما يتعلق باتجاه مدينة خاركيف والمنطقة هنا تستمر المواجهات بين الكوات الروسية والكوات الأوكرانية في اتجاه البوكي معارك عنيفة بين الأطراف جميع ولكن لا تغيرات في خريطة السيطرة كذلك تستمر المواجهات بين الكوات الروسية والكوات الأوكرانية في اتجاه فوفشانس طبعا معارك كبيرة الأمر ليس بالسهل إطلاقا على أي طرف أن يخوض هذه المعارك في هذا الاتجاه من خاركيف أما فيما يتعلق باتجاه كريمينا تستمر المواجهات بين الوحدات الروسية ووحدات الأوكرانية في رغابات حيث تسعى القوات الأوكرانية لإحراز مزيد من التقدم ولكن طوال اليوم لم يتم إحراز أي تقدم للكوات الأوكرانية أيضا تستمر المواجهات في اتجاه تورني وفي اتجاه ماكيفكا وكذلك الأمر في اتجاه ستين مخيفكا وبيرستوفي أحبائي المعارك ليست سهلة إطلاقا معارك أيضا تمتد إلى شمال ستارو مايورسك حيث تقدمت القوات الروسية في الفترة الماضية في هذه المنطقة تقدمت القوات الروسية وأيضا معارك متواصلة في اتجاه زابوروجي لذلك طبعا الأمر ليس سهلا كما قلت لكم وبالتالي ننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين أحبائي كما تشاهدون طبقة هذه المساحة من اللون الأصفر لتسيطر القوات الروسية على كامل مقاطعة دانياسك طبعا تشاهدون على منطقة كبيرة جدا أيضا للسيطرة على خيرسون وزابوروجي ولوانسك طبقت هذه المناطق التي تشاهدونها حاليا هذا ما تبقى للسيطرة على كامل مقاطعة زابوروجي وهذا ما تبقى للسيطرة على خيرسون وأيضا جزء بسيط من لوانسك أحبائي طبعا الرؤساء جميعهم يرفضون أي عملية بمعنى آخر دون تحقيق الأهداف الروس مصرين على نزع السلاح وغيرهم الأمور وسط ضم الأقاليم والمناطق الأربعة بشكل كامل لسيطرتهم أيضا الأوكران يريدون استعادة ما خسروه وبالتالي هذه الحرب هل ستنتهي أم لا أي مفاوضات سيجرونها في ظل تشبث كل طرف بأهدافه وبتحقيقها أحبائي شكا لكم دوما على كامل محبتكم كامل ثقتكم وكامل دعمكم وإلى اللقاء بفيديو آخر ترجمة نانسي قنقر